استعدادات عديدة جرت هنا بمقر الجمعية الإسلامية ببالتمور قبيل زيارة الرئيس باراكوباما ولقائه بأبناء الجالية هناك اجتماعات تواصلت على مدار الساعة وإصلاحات في كل مكان كل ذلك تزامن مع رفع العلم عند مدخل المركز في إشارة إلى الانتماء الأصيل للطراب الأمريكي فيما ترافق إعلان الترحيب بالضيف الكبير بتعزيزات أمنية في محيط المركز الجميع هنا يتطلع لزيارة الرئيس أوباما للمركز هذا شرف لنا أن يكون المركز هو أول مسجد يزوره الرئيس منذ وصوله إلى البيت الأبيض هذه الزيارة التي أعلنها البيت الأبيض قبل أيام والتي تعد الأولى من نوعها للرئيس أوباما لمركز إسلامي منذ توليه الرئاسة قبل سبع سنوات تاتي تاكيدا من الإدارة الأمريكية على التمسك بقيم التسامح بين الأمريكيين على اختلاف أديانهم وعراقهم ورفضا للمسي بالمسلمين باعتبارهم جزءا من المجتمع الأمريكي هذه خطوة عظيمة يقوم بها الرئيس أوباما بزيارته هذا المركز لأن في ذلك تعزيز بالتأكيد لقيمة التسامح بين أدباع مختلف الديانات في أمريكا لقد تعلمت في هذه المدرسة وأستطيع أن أقول أن هذا المركز هو مكان لتجمع أكبر عدد من الناس من أصول مختلفة هذا هو التنوع الذي بنيت عليه أمريكا هكذا هي ردة الفعل بين أبناء الجالية من أجيال مختلفة عن هذه الزيارة وتطلعهم في أن تحقق مزيدا من القبول بين مكونات المجتمع ومزيدا من التسامح وتؤكد على قيمة التعايش بين كافة مكونات المجتمع الأمريكي إنه أمر جيد بكل تأكيد وأنا على يقين أن هذه الزيارة ستعزز من قيمة القبول بالآخر بين الناس مسجد بلتمور الذي اختاره الرئيس باما لزيارته يعد واحدا من أنشط المراكز في مدن السحر الشرقي حيث يعد مركزا يجتمع فيه المسلمون الأمريكيون لأداء صلواتهم ولإحيائه ونسباتهم الدينية والاجتماعية إضافة إلى عديد الخدمات التي يقدمها كالتدريس والطبابة وتعليم اللغة العربية وعقد جلسات حوار بين المسلمين وغير المسلمين بالنسبة للجالية المسلمة الأمريكية هنا في بلتمور فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراكوباما لهذا المسجد تشكل تتمينا من البيت الأبيض لإسهام المسلمين الأمريكيين في تاريخ الولايات المتحدة كجالية نشطة وفعالة في هذا المجتمع خاصة بالنظر لتوقيتي ومعنى هذه الزيارة رابح فلالي الحرة بلتمور